السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نكتب البحث بتاعنا عن طريق ورقة وقلم. بس مش محتاجين حاجة تاني. هنجيب مصادر معلومتنا منين من كتاب المدرسة. يبا هم اهم تلك حاجات عندي. قلم وورقة وكتاب المدرسة. الاول ما تجيب الورقة هاتي الورقة كده وسطرها. اعمل هوامش. اعمل برواز للصفحة. تمام? هنعمل برواز للصفحة بالشكل ده بالالم ومصدر السلة فيه. واعمل حاجة كده شكلها كويس. انت في سنة كام? هشرح لكم النهاردة على بحث تالتة ابتدائي. نفسي هنا نفسي هنا نفسي الكلام في اي حاجة. بنكتب فوق خالص. الصف. الثالث. الابتدائي. طيب الصف التالت ابتدائي بنقول المشروع. اللي هو المشروع ايه? المشروع. الرابع. بيتكلم عن ايه? بيتكلم عن الماء. دي فوق. بنكتبها فوق هنا. خلاص. بعد كده. تعال بقى في اول دي كلها دي احنا كده في اول صفحة. بنجي هنا نكتب عنوان الموضوع. انت بحثت في الكتب بتاعتك. سواء في اي صف دراسة اي بحس. انت بتجيب. ورق. وقلم. وكتاب المدرسة. الترمين. الترمي الاول والترمي التاني. الترمي التاني لحد فين? لحد ما الدراسة وقفت يوم خمستاشر تلاتة. هو ده المطلوب منك. وهتخلي البحس موجود عندك. مش تحسن ان الطلب اللي يكتبه بنفسه. انت مش محتاج تروح سايبر ولا محتاج تروح حد ولا محتاج مساعدة من حد. كتابك وقلمك وورقتك. هتعمل احسن بحس. ولو تسألت فيه بعد ميت سنة. انت هتقدر تجاوب لان انت اللي مدور على المعلومة هو انت اللي جايبها. وانت اللي هتقدر تتكلم عنها. الموضوع سهل جدا. الموضوع مش قصة نجاح ورسوب. الموضوع ان انت تتعود ازاي تعمل بحس لوحدك. حتى بعد كده الناس اللي بتعيب على النظام دو انت هتستخدمه في الجامعة. فلما تكون مدرب عليه من دلوقت وتروح الجامعة بازن الله. هتلاقي الموضوع اللي بحس ده بقى سهل معك جدا. ومش هتحتاج تسأل حد الموضوع بيتعامل ازاي. بنكتب هنا عنوان الموضوع. وبنكتب هنا الرقم التعريفي. عنوان الموضوع احنا هنتكلم عن مين. فالاول نتكلم ونشوف الموضوع جوه بقى ايه. وبناء على المعنى الشامل عندي. هبتدى حط العنوان. اتفقنا? اتفقنا. الرقم التعريفي بنجيبه من اين? بنجيبه من الموقع اللي الوزارة اي لا. الرقم التعريفي ده كأنه رقم الجلوس بتاعك. بنجيبه ازاي? هتلاقوا الموقع انا كاتبهه لكم تحت اللي بنجيب منه الرقم. واي حد مش عارف. سيبلي في التعليقات رقمك القومي وانا هطلع عليك رقمك التعريفي واكتبهه لك وارد عليك به. يبقى كده احنا مش محتاجين نصعب الموضوع. الموضوع سهل. الرقم التعريفي قلنا بنحط رقم البطاقة. رقم شهادة في الميلاد الطالب. فيها رقم القوم بتاعه. وبنقول تاريخ ميلاده كام? وبنقول المدينة اللي اتولد فيها. ونوع المولود زكرة او انسى. وبعد كده بقول له بحث بيجيب لك رقم التعريفي للطالب. هنفترض ان الرقم اللي احنا طلعناه مسلا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. طبعا ده مش رقم رقم انا حطه كده عشان بس نعرف هنعمل ايه. دي كده الصفحة الاولى. دي كده الصفحة الاولى خلصناها. هنجل الصفحة التانية. هتكون بالشكل ده. عشان اختصر عليكم الوقت. المقدمة هي اهمية المية. للحيوان وللانسان وللنبات. بنستخدمها في الصناعة وبنستخدمها في الزراعة. وربنا منح لنا. ربنا عطه لنا نعمة. الماء سر الحياة. كل ده بتكتبه هنا. بتيجي عنصر الموضوع. بناءا على الموضوع اللي هم طلبينه بيقولك ايه هي اهمية المية. وهي سبل او وسائل ترشيد المية. الموضوع المية تلك ابتدائي كله هنلاقيه في كتاب اللغة العربية. هنلاقيه في كتاب في درس. تمام? افتح كتاب اللغة العربية. اشوف الفهرس اي حاجة بتتكلم فيها كلمة الماء. هي دي هناخدها معانا. لقيته في عربي. لقيته في حساب. لقيته في انجليزي. لقيته في دراسات. لقيته في علوم. هنتكلم فيه. كل واحد طبعا على حسب السنة اللي هو فيها. عناصر المية. اهمية المية ايه? عناصر الموضوع بتاعنا هم? خلاص. بعد ما بنكتب المقدمة. المقدمة في حدود 30-40 كلمة زي ما هو مطلوب. وبعد كده بكتب اهمية المية. واحد اتنين تلاتة. ترشيد المية عن طريق واحد اتنين تلاتة. كده انت خلصت البحث. هو ده يا جماعة البحث. هو ده بحث تالتة ابتدائي. مش قصة. ومش محتاجة للناس كلها عاملاوه الموضوع صعب وازاي الطالب. هو ده في الكتاب اللي عنده. خلاص كتبنا كده الصفحة دي. بتيجي على الصفحة التالتة او الاخيرة. بنكتب ايه? هو طالب احدى الاشكال الهندسية اللي انت درستها. طبعا اتطلبة درسه محيط المستطيل. بيقولك اكتئرسم شكل. رسمنا مستطيل. مستطيل اهو لازم يكون هنا مثلا ايه ده? لوصلنا لحد كده يبقى ده مربع. لكن احنا لأ عملنا مستطيل بالشكل ده. وقال لك اكتب جواه او اكتب فيه لوحة ارشة دي. قطرة ماء تسوي حياة. حافز على الماء في هي سر الحياة. اي حاجة تحب تكتبها. وهنرجع نكتبها بالانجليز هنا. قدم موضوع. وقال لك استخرج محيطه. وعوز يقولك استخرج محيطه لانك كده بيدخليك تحط الحساب اللي درسناه في البحث التعلي. محيط المستطيل اللي هو ايه? طول زقد العرض في اتنين. الطول هنا كان مثلا? ستة. العرض تلاتة. في اتنين. كده دخلنا في الهندسة خلاص. نخش على حساب بقى. ستة زائد تلاتة. تسعة. في اتنين بطمنتاشر. هو ده محيط المستطيل. المراجع بتاعتك ايه? بنجي نكتب له في الاخر المراجع. كتاب المدرسة لللغة العربية. درس قطرة ماء صفحة ستة وتلاتين. ودرس سنين البلادي صفحة اتنين واربعين. انتهى البحث. مش محتاجا للناس عملها ده كل. ادي صفحة. وادي صفحة. والصفحة الاولى اللي احنا كتبنا فيها ايه? عنوان الموضوع والرقم التعريفي. اتمنى ان يكون الشرح سهل عليكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.